أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كلامنا في هذا اليوم في باب حول الناهي عن الجسم والصورة من كتاب الكافي الشريف لثقة الإسلام الكليني أحاديث هذا الباب تتضمن ما قاله أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام حول أن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم يعني ليس بمادة ولا صورة الله سبحانه وتعالى لا صورة له لأن الصورة هي حدود الجسم الكيفية التي يتشكل منها الجسم وحيث إن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم فلا صورة له الحديث الأول من أحاديث هذا الباب أن هشام ابن الحكم قبل أن يهتدي على يد الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام كان يرى رأيا غير صحيح في مسائل التوحيد وقد مر الذكر هذا الأمر أن هشام ابن الحكم كان يعتقد باعتقاد غير صحيح إلى أن التقى بالإمام الصادق عليه الصلاة والسلام فاهتدى على يد الإمام فكان يزعم في البداية أن الله جسم فلما بيّن له الإمام عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى أجل وأعلى من أن يكون ماديا وبيّن له الأدلة العقلية والنقلية على ذلك وفي سائر المسائل فاهتدى هشام رحمه الله تعالى على يد الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام فعلمه الإمام مسائل التوحيد ولذلك تحول هشام ابن الحكم إلى أكبر داعية إلى التوحيد الذي بيّنه أهل البيت عليهم الصلاة والسلام فلذلك قبل أن يهتدي كان يعتقد بأن الله جسم صمدي نوري وأما الصمدي فهو مبالغ في الصمد والله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالصمد في سورة قل هو الله أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد يعني الله سبحانه وتعالى الغني غير المحتاج إلى أحد فالصمد نفس الصمد فلا كلام في ذلك وأيضا قوله إن الله سبحانه وتعالى نوري هذا أيضا مبالغ في النور الله نور السماوات والأرض النور هو الظاهر بنفسه المظهر لغيره والله سبحانه وتعالى ضرب مثلا لنفسه بالنور لأنه سبحانه وتعالى وجوده لا يحتاج إلى موجود آخر وجوده ضروري وواجب وهو الذي أوجد الأشياء وأظهرها من العدم إلى الوجود ولذلك كان النور مثلا له فهذا أيضا لا بأس به ولكن اعتقاده بالتجسيم بأن الله سبحانه وتعالى جسم هذه العقيدة عقيدة غير صحيحة بل هذه العقيدة توجب الكفر فمن يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى جسم هذا إذا تشهد الشهادتين فهو في الظاهر مسلم ويجرى عليه أحكام الإسلام ولكنه في الباطن كافر لأنه في الحقيقة لا يعبد الله سبحانه وتعالى وإنما يعبد صنما صنعه في ذهنه فيتوهم أن ذلك الصنم هو الله سبحانه وتعالى ولكن ما دامه يتشهد الشهادتين يحكم عليه بالإسلام ظاهرا وذلك لتسهيل الأمر على المؤمنين أما هذه العقيدة هي عقيدة فاسدة فلذلك قبل أن يحتدي على يد الإمام الصادق كان يعتقد بهذه العقيدة فهنا الإمام الصادق حينما نقل له هذا الكلام يبين أن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم لأن الجسم مادة والمادة سواء كانت مادة كثيفة كالتراب والحديد أو مادة لطيفة كالهواء مثلا هذا هي لها حدود وعادة تحس بالحواس الخمس وإذا لم تحس بالحواس الخمس لأن هناك أجسام مادية لا يمكن للإنسان أن يحسها بحواسه الخمس ولكن هذه المادة الإنسان يمكن أن يحيط بها بفكره ويكتشف حقيقتها بعقله وبفكره والله سبحانه وتعالى لا يمكن الإحاطة به نحن نعلم بأن الله موجود ولكن علمنا لا يمكن أن يحيط بالله سبحانه وتعالى لا يمكن أن ندرك حقيقة الله سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما يعني لا يمكن للناس أن يحيطوا بالله من جهة العلم فأن يعلموا حقيقة الله سبحانه وتعالى فلا يمكن للإنسان أن يحيط بالله بالحواس الظاهرة ولا بقوة الإدراك الباطنة نعم عقلنا يدلنا على وجود الخالق لأنه يستحيل أن يوجد شيء من العدم هذا مستحيل بدون علة وهذا الأمر يدركه كل من له أدنى عقل أنه لا يمكن أن يوجد شيء من العدم من غير أن يكون له علة فلابد من وجود علة وهذه العلة هو الشيء القديم الذي يسمى بالله سبحانه وتعالى فبناء على ذلك وقد مر البحوث في ذلك مفصلا في الحلقات الماضية فبناء على ذلك نحن لا يمكن أن نحس بالله بحواسنا المادية لأن حواسنا تدرك الماديات فقط ولا بقوى الإدراك الباطنة لأن قوى الإدراك الباطنية للإنسان لا تحيط بغير المحدود وإنما تحيط بأمور معقولة وهذه الأمور المعقولة بل قد لا تكون معقولة ولكنها محدودة ندرك كثيرا من الأشياء بعقولنا بفكرنا بقوانا الباطنية بقوتنا الواهمة قد لا تكون هناك أشياء موجودة ولكن نتوهمها ولكن كل ما أدركناه أو توهمناه بقوانا الباطنة يكون محدودا والله سبحانه وتعالى ليس بمحدود لأن الحد يسبب النقصان كما مر تفصيله في الحلقات الماضية فلذلك الله سبحانه وتعالى ليس بجسم فإذا لم يكن جسما فلا يكون له صورة لأن الصورة هي حدود الجسم كيفية الجسم تسمى صورة الجسم فلذلك الله سبحانه وتعالى ليست له صورة لأنه ليس بجسم بل نحن نعلم أن بعض الأجسام المادية إذا كانت لطيفة جدا لا يكون لها صورة فكيف الصورة ترى وتشاهد فكيف بالله سبحانه وتعالى وهو ليس ماديا في هذا الباب الحديث الأول يقول الإمام الصادق حينما نقل له هذا الكلام أن الله جسم صمدي نوري فقال أن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم سبحان من لا يعلم أحد كيف هو إلا هو الله سبحانه وتعالى منزه من أن يعلم الناس بحقيقته لأن الله أعلى من ذلك وأجل من أن يعرفه بحقيقته أحد نعم هو الله العالم بكل شيء فهو يعلم بحقيقة نفسه لذلك الإمام يقول سبحانه يعني أنزهه من هذا الكلام الباطل الذي هو التجسيم سبحان من لا يعلم أحد كيف هو إلا هو هو يعلم بحقيقة ذاته لكن لا أحد سواه يعلم بكنه ذاته وبحقيقة ذاته ثم بعد ذلك الإمام يقول ليس كمثله شيء هذه آية في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى ليس كذاته شيء كل الأشياء المخلوقة هي أجسام هي مادية وأما ما يزعمه البعض بأن هناك مجردات بمعنى أن هناك مخلوقات ليست مادية ويقولون أن الروح مثلا والملائكة وبعض الموجودات الأخرى هكذا مجرد عن المادة يعني ليست بمادية فهذا كلام ليس بصحيح بل بعض الروايات تدل أن كل مخلوق هو جسم نهاية الأمر الأجسام قسمان جسم كثيف وجسم لطيف والملائكة جسم لطيف والروح جسم لطيف يعني هو مادي من عنصر مادي لأن الله سبحانه وتعالى خلق الماء ثم خلق من الماء كل شيء ومن جملة الأشياء التي خلقها من الماء الملائكة والأرواح وغير ذلك من الموجودات وجعلنا من الماء كل شيء حي كل موجود حي هو من الماء والملائكة موجودات حية الروح موجود حي فلذلك كلها من الماء فهي أجسام لكن أجسام لطيفة الجسم اللطيف لا يمكن للإنسان أن يشعر به بحواسه الخمس المادية نعم إذا الإنسان انفصلت روحه عن جسمه أو إذا رفع الغطاء عن روحه بما يعبر عنه بالمكاشفة يمكنه أن يرى ويدرك الأجسام اللطيفة لذا المحتضر في حال النزع والوفاة يرى الملائكة يوم يرون الملائكة للمجرمين أو المؤمنون يرون الملائكة في لحظة الموت فلذلك الروح إذا رفع الغطاء عنها ترى لكن الجسم ليست له قابلية لإدراك والإحساس بالموجودات اللطيفة الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء كل الأشياء أجسام سواء كثيفة أو لطيفة والله سبحانه وتعالى ليس بجسم البعض يتوهم أنه الموجودات الذهنية هذه مجردات يعني إحنا الآن نتصور تصور أنت أغمض عينيك وتصور تصورات هذه موجودات ذهنية وهذه ليست أمور معدومة أمور موجودة ولكنها في ذهن الإنسان يقول أنها مجردات هذا صرف إدعاء بل الصحيح أنه حتى الموجودات الذهنية هي أجسام ولكن أجسام لطيفة كالأمواج الآن الأمواج الإذاعية وأمواج بث التلفاز وأمواج الهواتف النقالة هذه أمواج لكنها أجسام لطيفة نحن بحواسنا لا نشعر بها نعم إذا كان هناك جهاز خاص كالإذاعة مثلا أو التلفاز أو الهاتف النقال يتمكن من التقاط هذه الأمواج التي لا نشعر بها إلى أمواج صوتية أو مرئية نتمكن من إحساسها فهي أمواج جسمية يعني جسم هي مادة ولكنها مادة لطيفة جدا كذلك الموجودات الذهنية هي تشبه بالأمواج وهي موجودات جسمانية لكنها لطيفة جدا فعلى كل حال الله ليس كمثله شيء فالقول بأنه جسم هذا ليس بصحيح عندما الله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء ليس هذا بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يتحلى بصفاته الكمال يعني عندما نقول أن زيد سميع أن زيد بصير فهل معنى ذلك أن الله ليس بسميع وليس ببصير كلا الله سميع الله بصير ولكن معنى السمع والبصر فيه يختلف عن معنى السمع والبصر في الإنسان فاللفظ واحد ولكن الحقيقة مختلفة وهذا الأمر سنشير إليه في المستقبل بتفصيل أكثر فالإمام عليه الصلاة والسلام يقول ليس كمثله شيء وهو السميع والبصير هذه آية قرآنية لا يحد في البداية الإمام يستدل بدليل نقلي يعني من القرآن الكريم على أن الله ليس بجسم وهو هذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع والبصير ثم بعد ذلك يستدل بالدليل العقلي على أن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم يقول لا يحد يعني خصوصيات الجسم يسلبها عن الله سبحانه وتعالى فإذا لم تكن خصوصيات الجسم موجودة فيه فليس بجسم يعني الجسم له خصوصيات خاصة أي شيء وجدت فيه تلك الخصوصيات هو جسم لكن إذا لم توجد فيه تلك الخصوصيات فليس بجسم يعني أنت أي موجود تراه له خصوصيات أو له ما هي خاصة إذا سلبت عنه تلك الخصوصيات ينقلب إلى شيء آخر الإنسان له خصوصيات فإذا كان موجود ليس له خصوصيات الإنسان هذا ليس بإنسان بل هو شيء آخر الجسم له خصوصيات إذا هذه الخصوصيات سلبت عن شيء فهو ليس بجسم فالإمام بالدليل العقلي يبين أن آثار الجسم وخصوصياته الجسم لا توجد في الله سبحانه وتعالى فلذا الله سبحانه وتعالى ليس بجسم وهذه الخصوصيات ليست كمال حتى يكون سلبها عن الله سبحانه وتعالى مستحيل بل هذه الخصوصيات بالنسبة إلى الخالق نقص فلذلك سلبها عن الله سبحانه وتعالى بديهي وضروري لأن الصفات قد تختلف بين شيء وشيء فقد تكون لشيء كمال وقد تكون لشيء نقص يعني مثلا لنفرض مثال الطفل الصغير هذا الطفل الصغير له خصوصيات هذه الخصوصيات بالنسبة إلى هذا الطفل الصغير تكون كمال له يعني حينما يبدأ بالكلام ويتكلم بألفاظ غير مفهومة حينما عمره مثلا السنة أو أقل من السنة فهذا بالنسبة إلى هذا الطفل في هذا العمر ليس نقصا كمال له لكن نفس هذه الطريقة من الكلام لإنسان كبير يعتبر نقص يقال إن في لسانه خلل يحتاج إلى مراجع الأطباء لإصلاح لسانه مثلا أو هو ألثغ أو هو كذا وكذا وكذا فنفس الصفة بالنسبة إلى الطفل الصغير لم تكن نقصا بالنسبة إلى الإنسان الكبير كانت نقص نفس الصفة ولذا ورد حسنات الأبرار سيئات المقربين يعني المقرب يتوقع منه أكثر من ذلك فالأبرار هذا الشيء يتوقع منهم فهو حسن لهم لكن من المقربين إذا صدر ذلك الفعل قد يعتبر سيئ لماذا؟ لأنه يتوقع منه الأكثر من ذلك يعني مثلا إذا رجل معدم ليس له شيء إذا تصدق بدينار يقال لا بأس وقد فعل فعلا حسنا ولكن ثري يمتلك المليارات إذا تصدق بدينار قد يلام يقال أنت تتمكن من أن تتصدق بأكثر من ذلك فلماذا فعلت هذا الفعل؟ أو إذا فقير معدم مثلا يصنع دعوة ويضع فيها طعام متواضع قد يستكثر منه يقال أن هذا الشخص كان معدما وأقام بالضيافة فوق طاقته لكن إذا ثري من الأثرياء جعل ضيافة وأقام مأدبة وجاء بنفس ذلك الطعام قد يعتبر من قصله يقال أنت تتمكن أن تكرم ضيوفك بأكثر من هذا الأمر فلذلك بعض الأمور قد تكون بالنسبة لنا فضيلة ولكن نفس ذلك الأمر بالنسبة إلى المعصومين قد لا يعتبر فضيلة لأن المتوقع منهم أكثر من ذلك وبين قوسين ما صدر من الأنبياء من ترك الأولى هذا بسبب أنه ما يقولون بأن هؤلاء الأنبياء كان يتوقع منهم أكثر من ذلك نحن إذا لا يصدر منا حرام فهو فضيلة لنا وإذا لم يصدر منا مكروه فهو أفضل لكن الأنبياء يتوقع منهم أن لا يتركوا الأولى فضلا عن ترك الحرام والمكروه الذي يتركونه أن لا يتركوا الأولى يتوقع منهم ذلك فلذلك نقول إن الله سبحانه وتعالى خصوصيات الأجسام بالنسبة له نقص لكن بالنسبة لنا ليست بنقص لأننا مخلوقون والله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق لذلك الإمام في الدليل العقلي حينما ينفي خصوصيات الأجسام يقول لا يحد الجسم يحد بحدود مكانية بحدود زمانية بحدود مقدارية مثلا الإنسان جسم محدود طوله عرضه وزنه مثلا وهكذا من الحدود الجسمانية الله سبحانه وتعالى لا يحد فهذه خصوصية من خصوصيات الأجسام مسلوبة من الله سبحانه وتعالى فليس بجسم ولا يحس من الإحساس ذكرنا سابقا أن كلمة الحس ولو هي تطلق على الحواس الخمس بالمعنى الحقيقي وعلى حواس على القوى الإدراك الباطنية بالمعنى المجازي ولكن يكثر استعمالها في خصوص السمع في حاسة السمع إذا يقول نحن يعني المقصود موسى عليه الصلاة والسلام استمع إلى صوت الله سبحانه وتعالى الذي خلقه الكلام الذي خلقه وليس الكلام صفة ذات لله حتى نقول أن ذات الله سبحانه وتعالى دخلت في أذن موسى مثلا أو في يوم القيامة الله سبحانه وتعالى إذا تكلم وهذا الكلام سمعه سمعه بعض الناس أو جميع الناس فبمعنى أن الله خلق صوتا وأوصل هذا الصوت في مسامع الناس وهذا له بحث مفصل سنتطرق له حينما نصل إلى بحث الفرق بين صفات الذات وصفات الفعل ولا يجس الله سبحانه وتعالى لا يجس الجس بمعنى اللمس نقول جس النبض يعني لمسه ولا يجس الله سبحانه وتعالى لا يحس بحاسة اللمس عكس الأصنام البشرية والآلهة المزعومة هذه أيضا صفة من صفات بعض الأجسام وهي الأجسام الكثيفة ولا تدركه الأبصار لا يرى فالإمام في البداية نفى إحساس الله بالسمع ثم نفى إحساس الله باللمس ثم ينفي إحساسه بالبصر وبعد ذلك يعمم يقول ولا تدركه الأبصار ولا الحواس يعني سائر الحواس سواء من الحواس الظاهرة أو من الحواس الباطنة يعني قوى الإدراك الباطني التي بالمجاز تسمى حاسة هذه صفات الأجسام نفيت عن الله سبحانه وتعالى لأنه الشيء المحسوس لازم يكون محدود الشيء الذي تراه كما ذكرنا سابقا في بحث استحالة رؤية الله سبحانه وتعالى وأن الله أجل وأعلى من أن يرى بالعين في الدنيا وفي الآخرة لأن الإحساس بالبصر هو بمعنى أن يكون المرئي في جهة في مكان ثم يصطدم به النور ويرجع النور إلى بصر الإنسان لكي يرى ذلك الشيء والله سبحانه وتعالى منزه عن الجهة ومنزه عن اصطدام النور به ومنزه عن أنه النور الذي يصطدم به ينتقل إلى عين الإنسان فلذلك لا تدركه الأبصار ولا الحواس حتى قوى الإدراك الباطنية للإنسان لا يمكن أن تحيط بالله سبحانه وتعالى الدليل النقلي ولا يحيطون به علم آية قرآنية والدليل العقلي كذلك لأن الجسم يحتاج والحاجة والحاجة منفية عن الخالق سبحانه وتعالى ولا يحيط به شيء سواء إحاطة وجودية أو إحاطة بالعلم والمعرفة فمن يزعم أن الله سبحانه وتعالى ينزل بمعنى النزول الحقيقي إلى السماء الدنيا هذا معناه أن السماء أحاطت بالله سبحانه وتعالى واستلزم أن يكون المخلوق قد أحاط بالخالق وهذا محال ولا يحيط به شيء ثم بعد ذلك الإمام يبين أنه نتيجة هذه الأمور وهي نفي صفات وخصوصيات الأجسام عن الله سبحانه وتعالى نتيجة ذلك أن الله ليس بجسم فإذا لم يكن بجسم ليس له صورة ولا تخطيط تخطيط يعني حدود الصورة الله سبحانه وتعالى ليس له حدود لصورته لأنه ليس له صورة أصلا ولا تحديد هذا تأكيد الله سبحانه وتعالى غير محدود وليست له صورة وليس بجسم والدليل على ذلك من النقل القرآن الكريم ومن العاقل وبعد ذلك الكليني رضوان الله تعالى عليه في هذا الباب من الكافي ينقل روايات كثيرة عن الأئمة عليهم الصلاة والسلام في نفي الجسمانية والصورة لله سبحانه وتعالى مثلا الحديث الثاني عن الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام الإمام كتب إلى أحد أصحابه وكان قد سأله الإمام يقول سبحان من ليس كمثله شيء فلا جسم ولا صورة وهكذا أحاديث كثيرة في هذا الباب لعلنا سنتطرق إليها في الحلقات القادمة هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ترجمة نانسي قنقر